قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظراً لوفاة أحمد رفعة لاعب مودرن سبورت ونعى الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم أحمد رفعة لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة كتب حساب الرابطة رابطة الأندية المصرية المحترفة تنعي أحمد رفعة لاعب نادي مودرن سبورت كمان على الحساب الرسمي لنادي مودن سبورت وفاة أحمد رفعت صنع ألعاب الفريق في بيان رسمي وذلك بعد مرور بوعقة صحية على مدار الأشهر الماضية الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اختتم استعداداته لبواجهة نظيره فريق أمبي ولا تتلاب على ملعب السادة الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري حيقت سموحة جهود الهاني سليمان حارس مرمى بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة أمام بيرامدز والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وقعوا قوبات على نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة نهائي الكنفدرالية ومرسم تسليم الكأس والمدليات بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة غرم الاتحاد الأفريقي الزمالك 200 ألف دولار ومنع حضور جماهيرو في مبارياته الأفريقية لمدة أربع مباريات اتنين منهم مع إقاف التنفيذ سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارك في التدريبات الجماعية للفريق واللي أقيمت على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتز وده بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص اللي خضع له بقرار من الجهاز الطبي للفريق النادي الأهلي خزنته انتعشت بمبلغ 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أن استلم الدفع الأخيرة من مكافئة مشاركة الفريق في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي واللي حصد لقبها فريق سانداونز في نوفمبر الماضي منتخب إسبانيا اتأهل لنصف نهائي بطولة يورو 20-24 بعد فوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب MHP Arena في أولى مباراة ربع نهائي يورو 20-24 كمان داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا توج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة نظيره منتخب ألمانيا واللي انتهت بفوز إسبانيا 2-1 منتخب فرنسا اتأهل لدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 20-24 بعد تخطي منتخب البرتغال بركلاد الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 20-24 وبنتيجة دي بيتأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب أسبانيا في الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء المقبل بعد أن تخطي الأخير منتخب ألمانيا حامل اللقب بنتيجة 2-1 هنروح لكوبا أمريكا ومنتخب كندا فاز على فنزويلا بركلاد الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله في المباراة اللي أقيمت بينهم فجر اليوم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 20-24 وبنتيجة دي بيضرب منتخب كندا موعدا أمام منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 20-24 طبعا خلصت نشرتنا الرياضية بس فيه تفاصيل أكتر عن كل الأخبار اللي قلناها في النشرة الرياضية كل المتشاط اللي تلعبت فيه تفاصيل كتيرة بعد الفاصل